اشتركوا في القناة رغم الجهود الإدارية اللي قام بها والترتيبات اللي أجراها منذ صفره قبل البعثة بيومين بـ 48 ساعة الكابتن سامير عدلي للوقوف على كل التجهيزات أو الاستعدادات الخاصة بالإقامة ورحلة الصفر إلى بوتسوانا وصولا إلى كل التفاصيل الخاصة بملعب التمرين أو الاستعداد والتجهيزات في الأيام الأخيرة اللي هتسبق المباراة استعدادات فرقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي هناك في بوتسوانا الرحلة تم اختصارها بالفعل إلى عشر ساعات ونصف ولكن طبعا هي رحلة طويلة لأن بوتسوانا دولة من دول جنوب القارة الأفريقية وهي طبعا بعيدة عنها نسبيا من الدول الأقرب إلى حدود القارة من الجنوب وبوتسوانا طبعا بطل بوتسوانا اللي بيواجهنا هو أقل خبرة من النادي الأهلي طبعا رصيد البطولات الأهلي الأكثر تتويجا على الإطلاق لكن كمان فيه فارق 54 سنة في نشأة الناديين ما بين 1907 و1961 تاريخ إنشاء هذا النادي بطل بوتسوانا وما كانش اسمه في الوقت ده تاونشيب رولرز كان اسم الفريق في الوقت ده وقت إنشاءه مايت تايجرز ومعرفش طبعا الملابسات أو الظروف والوقت والسبب اللي من أجله تم تغيير اسم هذا النادي أو هذا الفريق خلونا نعرف تفاصيل أكتر مع حضراتكم عن استعدادات فريقنا لمواجهة بطل بوتسوانا في مباراة العودة بعد الفوز في مباراة الذهاب في برج العرب بثلاثية نظيفة والمباراة دي بإجماع الأراء بتمثل عنق الزجاجة إن شاء الله في حالة الفوز بيها بتدي دفع قوية جدا لفريقنا إن شاء الله في مشواره في البطولة وفي دوري المجموعات